نحن فرغنا من الإزاعة وفرغنا من الملازمين ووجدنا التاتيرات وقينا الأسلحة بتاعتهم وزخيرتهم وعتادهم وتاتيراتهم لقناة في مساجد الملازمين وقناها في مساجد بروف وقناها في مساجد بيت المال والحمد لله رب العالمين كلها الآن في أياد أمينة وكلها في أيدي الغوات المسلحة أسلحة القناة حية وزخيرة حية وتاتيرات حية استلمناها الحمد لله رب العالمين الآن في الغوات المسلحة فرغنا من أمدرمان وفرغنا من الخرطوم فرغنا من بحري فرغنا من كل المواقع الليل أخواننا ذيل اشتغلوا شغل نوعي وشغل كبير جدا الحمد لله رب العالمين وكلمناهم قلنا لهم الشهر ده شهر ساخن وشهر عقد يكون يعني هم من أعظم الشهور نحن لازم نقدم فيها غربان أكثر لله سبحانه وتعالى ولازم نقدم فيها يعني شهد أكبر لله سبحانه وتعالى ولازم يعني بقدر إن كان نعدوا لهم ما استطعنا من قوة كما أمرنا الله سبحانه وتعالى وعدنا لهم ما استطعنا من قوة من مسيرات وعدنا لهم ما استطعنا من قوة من طيران وعدنا لهم ما استطعنا من قوة من ميج وساخوة وقيرو وعدنا لهم من رجال الحمد لله رب العالمين والليلة أتحرك يوم القيامة اللي هو طبعا عندنا متحرك كامل سميناه متحرك القيامة ما متحرك يوم القيامة سميناه متحرك القيامة والقيامة بعد تقوم طبعا أي زول بتقوم قيامته وانتصرت الليلة على مستوى جبرة وتجيناهم الليلة في الكلاكلات وتجيناهم الليلة في حلة كوكو وتجيناهم كلام ده كله اليوم فقط حمد الله رب العالمين 276 فطيس على مستوى الخرطوم و 171 فطيس الليلة على مستوى المناقن والحمد الله رب العالمين استلمنا أكثر من 86 حي 86 أسير الآن في الدخواننا ملازم أول صديق ولا يسمونه الأبوه ليو على مستوى الجيش السوداني الليلة استلم أكثر من 86 حي جايبينهم حي أحياء جايب إنهم أسرع الحمد لله رب العالمين دي لنا بطم من أهلهم وبقول لهم قرون الموجودة هناك على مستوى عرب الشتات الموجودة في كردوفان والموجودة مقرون الموجودة على مستوى النيجر والموجودة على مستوى تشات بقول لها الليلة أولادك الموجودين الآن على مستوى الأسر كلهم الحمد لله رب العالمين ما عندهم أي عوجة ما فيجيهم عوجة مع قوات المسلحة لأنه إحنا قوات مهنية وقوات غانونية وقوات من عمل وفق القانون الدولي الليلة طبعا بعد الانتصار على الإزاعة وبعد الحمد لله رب العالمين استلمناها كموقع استراتيجي وكموقع بمثل رمزية للشعب السوداني غير المباني تحت الإزاعة بتمثل لنا معنى كبير جدا ودر رمزية التي تكلمنا عنها نحن الحمد لله رب العالمين الليلة أصابهم الإحباط الهوانات في كل مواقع القتال وقصهم بالله بدوا يسلموا براهم وبدوا يجروا براهم وبدوا يخلوا الآن أسلحتهم موجودة في مواقعهم وبتخارجوا بخلوها ياخي ديل وصلوا مرحلة بيبقوا هم ذاتهم أسرة هم ذاتهم هم الأسرة الماسكنهم يعني أسرة تابعين للجيش السوداني والأسرة تابعين للمواطن السوداني الجنجويد بيقوا يفكوا فكاكي بتاع الجنجويد وبكون لابس لجلابية بقول لهم أنا أسير في نفس الوقت الحمد لله رب العالمين أخواننا دي قاعدين يمحصوا وقاعدين يعرفوا المواطن من الأسير اللي هو الجنجويداوي والحمد لله رب العالمين دي بيعملوهم معاملة خاصة ودلك بيعملوهم معاملة إن شاء الله يفكوا أسرهم ويمشوا لأهلهم ولزويهم فكينا أعداد كبير جدا من الأسرة للأسف الشديد رغم إنه قاموا بيطصفية العدد كبير جدا من الأسرة داخل الإزاعة صفوا أعداد كبير جدا من الأسرة وصفوا أعداد كبير جدا من المواطنين الأبرياء واختصوا أعداد كبير جدا من المواطنات المسكينات الشريفات داخل الإزاعة لكن الحمد لله رب العالمين الآن اتفكت كل طلاسم اللعبة والآن الحرف في نهاياته وأنا بقول للناس الآن الجيش السوداني منتصر في متقدم في كل محاوره والكلام ده قالوا هم وباعترافهم هم وباعتراف يا جوج وما جوج أنا مبارح من القروبات حقاتهم ومن اللغة حقته ومن كلامنا المباشر في قروباتهم الخاصة جدا أخواننا دير رسلوا لي كلام يا جوج وما جوج ورسلتوا للناس في الصفحة قال لهم يا أخواننا أنتوا غشيتونا وقال لهم أنتوا بتقول لنا نحن السيطرين على مدرمان ومدرمان دي كان فشلنا فيها معناتها فشلنا في بيقية السودان والكلام ده أنا بقوله وبركز لأخواننا في القوات المسلحة إذا فرقت فانصبوا إلى ربك فرقا نحن الآن المعركة قد تكون في نهاياتها لكن ما بنستهين بالعدو ولم نستهين بالدول الثانية دعماهم ولم نستهين بالمخابرات الموجودة أصلا في السودان نحن الليلة حربنا حرب متكاملة حرب اقتصادية في المقامة الأول وحرب سياسية في المقامة الثانية وحرب ميدانية أمنية في المقامة الثالث أن نحن الليلة أخونا البرهان قاعد يتجول داخل أمدرمان والبرهان لافي الآن في الإزاعة والبرهان الآن لافي في حياة أمدرمان وقاعد يشرب المويات ويفطل مع الناس المواطنين العادين رقم أنه الحرب الدائرة ورقم الغسو العشوائي لهؤلاء المجرمين الخورة لكن عندنا زول بطل بمسل صلاح الدين الأيوبي قاعد يتفقد رعاياه وقاعد يتفقد جنوده وقاعد يتفقد الناس على مستوى المواقع القتال ما حصل يوم بل قلط شوفنا البرهان دنايم ولا شوفناه قالنا اخواننا الرئيس مجلسي هذا يتحركوا الناس الهياكل فقط او يتحرك الجنود فقط لكنه قاعد يمشي قدام الناس وصفوه ودلبي يخلي الليل الجندي السوداني مبسوط الليلة كل الجيش السوداني معنوياته فوق الجيش السوداني في الهجانة مريش معنوياتهم فوق بعدما شعروا بانه لزاع استلموا اخوانهم هناك وشعروا بانه مدرمان تم تحريره تماما والليل اخواننا لفوا على مستوى الشهداء ولفوا على مستوى الاحياء الموجودة على مستوى مدرمان وعدد كبير جدا من الملازمين وجايبين صورهم ولايفاتهم ومصورين مباشر اخواننا هناك في الابيط طوال يتحركوا لانه اذا فرقت فانصب طوال يتحركوا لأخواننا ذيل يتحركوا والحمد لله رب العالمين استلموا كل المعسكرات بتعطى تنصميمة من الهوانات الليل اخوانكم في المناقل عشان ما يجينا واحد من بتم الحل وين الجيش موجود على مستوى الجزيرة ما موجود وين الجيش ما قاعد يتحرك في الجزيرة انا بقول لك الجيش شغال بل الآن في الجزيرة يوم القيامة وصل وصلوا مناطق ارتكازهم ووصلوا محاورهم والآن قاعدوا والمسيرات الآن بدت تتحرك والميج بدت تتحرك والساخوي بدت تتحرك انا بقول للهوانات من محلكون ده ما في ليكم طريق غير الاستسلام ما في لكم طريقة الآن غير أنه تستسلموا لو دار تضمن حياتك ودار تمشي تعيش عند أهلك ودار تمشي لمقرون دي فعلا تقعد مع مقرون هناك وتتزوج وتسوي ليك ولاد ولا ولادين من محلك دانا بيقول ليك سلم نفسك للجيش السوداني للناس الموجودين في الجزيرة الناس الغاشيهم كيكل والغاشيهم البوشي والغاشيهم الغاشينهم الهوانات الموجودين على مستوى الجزيرة الجيش دا تحرك عليكم عندنا متحرك اسمه يوم القيامة تحرك وعندنا متحرك اسمه لزة تحرك وعندنا متحرك اسمه جهنم حيتحرك وعندنا المتحركات دي كلها لأنه احنا دا شهر رمضان وشهر تقرب لله سبحانه وتعالى وشهر عبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى نحن كيتجن جوداوي لازم نتقرب بيك لله سبحانه وتعالى أنا بطمّن الشعب السوداني عامة وبطمّن الناس على مستوى العالم إنهم يقولون ما تسمعوا كلام القحاتة وكلام الهوانات والسجمانين والمرتزغة بيقول لكم الجيش السوداني كذب ما متقدم أو الجيش السوداني ما وصل الموقع الفلاني نحن الآن استيطرنا على مدرمان كاملة واستيطرنا على الخرطون كاملة وغسما عظما أي زول دائر يرجع بيته الكلام دا أنا بقوله القوات المسلحة قالوا للناس شوية كده خلونا ننظف البيوت وخلونا ننظف المواقع اللي كانوا فيها الجنجويد وخلونا نشوف لكم المحلات اللي فيها الدانات وفيها الأقام نحاول بقدر إن كان ننزعوها بعد ذلك الناس ممكن يجو لكن أي زول الآن الضايق في الغربة موجود في مصر ولا موجود في جنوب السودان ولا موجود في تشات أنا بقول لك من محلك دا مدرمان آمنة تماما لأنه الدليل على ذلك القائد العام للغوات المسلحة الزول الأول المستهدف والزول المستهدف من الجنجويد المرتزغة الآن لا فيه مع المواطنين وبيسرب الموية مع المواطنين والآن بتسحر مع المواطنين ومتحرك فيه كل مواقع عمدرمان الآن مدرمان دي نظيفة تماما لأنه الليلة مدرمان نحن بتمسي لنا الرمزية أنا ببشر الناس وبطمن الناس لأنه ليرموك الآن ما فيها جنجويد ولا طيبة الحسنان فيها جنجويد ولا الصالحة فيها جنجويد ولا الاحتياط المركزي فيه جنجويد كل المزألة دي الآن جيش في كل المحاور والليلة الحمد لله رب العالمين من ضمن البشراءات ومن ضمن الأمل أتكرنا أنه نحن بنتظري لنه الليلة جيش حطاب مع جيش أخواننا في الكدر أتلاقوا مع بعض أتلاقى الجنجويد كلها ما فيها جنجويد معناته أن الجنجويد دينا الآن انتهوا وقسم بالله العظيم لبسوا عبايات ولبسوا ستيانات وتحركوا الجنجويد دينا الحمد لله رب العالمين مبارح أنا طلع طلايف في الظلام وأخونا الإصرافي طلع الله يفصل فيه تفصيل كبير جدا والأخوان المجاهدين كلهم بأغلام والمجاهدين أخص أخونا عبد الماجل عبد الحميد طلعوا الليل الحمد لله رب العالمين وغسما عظما وغسما عظما أجيطينا بترجع غريبا وغسما عظما ورب الكعبة ونصائم رمضان وربنا يتقبل مننا هذا الصيام المبارك واخص بالله العظيم ربنا يتقبله مننا ووازغين فيه ربنا سبحانه وتعالى وأنحنا ربنا سبحانه وتعالى لا مش سيغتنا فيه أكثر من عمية سيقيم فيه سيغة كاملة إنه ربنا سبحانه وتعالى حينصرنا وربنا سبحانه وتعالى بنصرنا لأننا على حق ولأننا منحفظ الكتاب الله ولأننا عارفين أن الجيش السوداني منتصر وعارفين الشعب السوداني منتصر وعارفين الإرادة السودانية منتصرة في كل محاورة عشان كده أنا بقسم للناس وقسم بالله القطينة حترجع غريبة جدا في اليومين المقبلين القطينة حترجع والجزيرة حترجع ودارفور حترجع والجنينة ونيالة حترجع والدعيل حترجع كل المرتزغة الموجودين على مستوى المحاور دي الليلة كلهم أصابون الإحباط ونحن بعد قلنا الليلة الإزاعة تحرير الإزاعة معناه تحرير الجزيرة تحرير الإزاعة معناه تحرير دارفور تحرير الإزاعة معناه تحرير الدعين تحرير الإزاعة معناه تحرير الجيلي تحرير الإزاعة معناه تحرير كل المواقع لأمن الليلة الجند السوداني بمعنويات تانية والجند السوداني الليلة بدل النفر بنفر واحد بيقى نفرين زاد درجات وزاد درجات يعني ما خلاص نحن شعب سوداني وأن إحنا مواطنين سودانين السوداني ذلك كان مرة زغرتت ليه البارح زغرتت زغرتت لينا أخوتنا سار النمر في الإزاحة السودانية زغرتت وبكت وقالت معناته إنه دي الجيش السوداني لا بد من يشتغل بالحماس ده ولا بد من يشتغل بكل عفوية أخوتنا سار النمر ليها التحية سيما منه بالتنمر دي المزيعة المبارع دي والجند السوداني رسلت لكم أنا في الصفحة البكة مع المواطنين السودانين ديلة جنود السودانين ديلة الناس المراطين مراطين اكتر من عشر شور مراطين اكتر من حداشر شهر ما لاقين اهلهم ما شافوا امهاتهم ما شافوا ابهاتهم ما شافوا زوجاتهم ما شافوا اخوانهم ما شافوا اخواتهم وهم مراطين مع الشعب السوداني دارين بقدر امكان يردعوا مواقعهم وده نحن الجندي السوداني ما نعرفه نحن ما سقطت لينا منطقة الا رجعناها وإلا استرديناها بكل قوة والحمد لله رب العالمين خليتوا العالم كل يكوري وخليتوا العالم كل الليلة العمراء والمرتزقة قاعدين يقوليك يا أخي الناس ديلا البلابسة يا أخي سووا شنوما الإزاعة بس ردوها الإزاعة بتنسل لنا أنحنا معاني وبيتمسل لنا قيم وبيتمسل لنا أخلاق الشعب السوداني لقد تهي يا سينا كلام جميل جدا فيلا انهيار كامل جميل جدا واستسلام بالكميات ونازل دسوا تتشارات في المساقد وكل الناس شافوه وفي الناس ديما أخلاق النسل يعني بيتاوي بيتاوي بيت دين ومدرمان نزيفة من جنجيويد بي دليل إنو كل نشافة إنو البرحان لافة في الشوار وفاتر مواطنين دي أكبر دليل إنو جنجيويد في المدرم ما في لكي نجيويد ما ينجويد من دمان ناس دل يميس يعني تفيت السريح من سافنا تبزولو جنجيويد وموسا هلال آل فيا محايدا دزولو نخونا موزم قوات وموسا هلالة تغاتل في الحرب ولكن هناك عمل فيا محايدا وقوات كلها تغاتل فهذا كنت أتمنى وذلك كنت أتمنى نعم في سيكسرنا حرب لكن هنر جوف ومدرمانو نحرر ومدرم بي دور كلم جنجيويد تفيت السريح من جنجيويد إنو جنجيويد إنو جنجيويد إنو جنجيويد بحر إنو جنجيويد ترجى مناغل جزيرة كل مدرد دارفور يعني الإزاء والتلفزيون ومساعة الأثم يقبل كل مدرد دارفور يعني وإلساء والتلفزيون يتر Faور يوجد شقم ومناعة الأثم جنجيويد هناك عبور يتقنق وإنكال ترجمة نانسي قنقر